اشتركوا في القناة رقم ستة ربعين وتسعة وثمانين ببلد تلهام الولاية المسيلة تحت الإشراف المباشر لقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة حيث تم من خلال ذلك تحسيس مستعملي الطريق سواء كانوا سواقا أو مرافقين بالتحلي بروح المسئولية وتقيد بالنصائح المرورية خاصة فيما يتعلق بالتعاب والإرهاق وتأثيرهما على السياقة مع تأكيد أن جميع نقاط المراقبة والوحادات التابعة للمجموعة جاهزة لتقديم يد المساعدة يوميا على مدى 24 ساعة كما تم التذكير أيضا أن الإفراط في السرعة يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء السياقة ناهيك عن النرفزة والمشحنات أثناء السياقة والمناورة الخاطرة إلى آخره من سلوكيات من شأنها إلحاق أضرار بمستعملي الطريق وتم أيضا تذكير مستعملي الطريق أنه يجب التكاتف من أجل العمل على رمضان بدون حوادث وأن الدرك الوطني في خدمة المواطن سواء في الميدان عبر جميع الوحدات ونقاط المراقبة المنتشرة على تراب الولاية خاصة والتراب الوطني عامة هذا من جهة ومن جهة أخرى فيبقى الدرك الوطني في الخدمة سواء عبر الخط الأخضر 1055 أو عبر موقع طريقي أو عبر الموقع الإلكتروني PPGN.MDN.DZ تحت تصرف جميع مستعملي الطريق والمواطنين في الأخير نتمنى لكل جزائريين رمضان كريم بدون حوادث مرور أوراس تيفي حيث يتجل الخبر بكل تفاصيله